نيابة النعن معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية شارك سعدة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التحضيري للدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم بدولة الكويت الشقيقة وقد تم خلال الاجتماع التحضيري دراسة مشاريع القرارات التي سترفع إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله والبيان الختمي الذي سيصدر عن اجتماع المجلس الأعلى في دورة الثامنة والثلاثين المقرر عقده في دولة الكويت يومي الخامس والسادس من ديسمبر الجاري